صارت عندنا ثقافة بحيث هو يعرف فاسد بس مع ذلك من يوجه له دعوة يروح هو يعرف فاسد بس يوقف ياخذوا يا صورة سيلفي هو يعرف فاسد بس يروح إلى اجتماعاته ومن يشوفه بالشارع بالله وعخطيه يقوم يصفق هذا الزعيم فلان هو يعرفه تماما فاسد المواطن الذي يدعم الفاسد واللي يروح للتجمعاته واللي ياخذوا يا صورة واللي يصفق له شريكتان بالفساد وإلا أنت من البداية يا أخي زيحة بالانتخابات أنت عليش منتظر زيحة بالانتخابات أطلع بالانتخابات وزيحة يا انتخابات يا انتخابات أنا آخر انتخابات عندي السفير الأمير كراح للمفوضية وين يا على من هو أعول على المجتمع الدولي وهو مستفيد من هذه الطبقة السياسية على من هو أعول يا انتخابات ليش هي انتخابات موانقت لك اسم مثال الجواز الجواز إلا بعد بحث وتمحيص تامين يا الله يمنعهك يا ليش اللي يسم رشحي للانتخابات ذهبوا إلى قاضي قدموا كشفاتهم المالية قدموا ما فعلوا خلال أربع سنوات الماضية وقالوا يا بي احنا اخطأنا بالقضية الاقتصادية اخطأنا بالقضية الأمنية تسببنا بقتل الناس تسببنا بالتجريد اكو بلد صار عشر سنوات الناس عايشة بالمخيمات نازحين من أهلكم ما حليتوا مشكلتهم لحد الآن بس حائرين منه راح يصير رئيس منه راح يصير زعيم منه راح يأخذ وزارة وش قد راح يحصل هذا يعني هذا يعقل أنه يروح بهالانتخابات مو معقولة هذا هذا كلام مرفوض تماما هم الغالبية إلى الآن ما قدموا حتى برامج انتخابية قدموا برامج دعائية ماكو برامج انتخابية آهني أحكي عليه أنس وأناس يحكي عليه ها هي هو يتصور خطأ أنه أنت إذا نكلت بمنافسك السياسي فأنك بالضرورة أحسن من عنده وهذا مو صحيح أنت سيء وهو سيء هاي الحقيقة لأنه اثنينكم لاعدكم مرنامج اقتصادي لاعدكم بس قاعدين يخوفون بالناس يا معاودين انتخبونا نصير الطارمية مثل جرفو الصخر هو هذا فخر يعني هو هذا فخر بدلاً ما تقول للطارمية أنت منطقة زراعية راح نسويكم تصنيع للمنتوجات راح نسوي معلبات راح نستثمر حقول الأسماك اللي يعدكم أنتوا بسلة غذاء ببغداد راح نعيد تطوير بساتينكم نحقق الأمن فعلاً بها دير بالكم إذا ما تنتخبونا فلان ترى أنتوا رايحين صاري مثل جرفو الصخر هاي شناي انتخاب وقت يا شهر